اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتعاون والشاركة مع الخبرات الاجنبية وذلك في اطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول الى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وفي هذا الاطار وجه السيد الرئيس بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنوع مصادر امدادات الطاقة التي تعتبد عليها عملية التنمية في مصر بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الانتاج لتوليد الكهرباء كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهايدروجين الاخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الاطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الاخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب أضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرجة الزمنية لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الانتاج الزراعي كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة اشتركوا في القناة